نستكمل الحديث عن الفصل الثاني المكرر من العلوم العامة فصل الفيزياء الموضوع السابع الطيار الكهربي الأهداف أول هدف أنك تقدر بعدما تدرس الموضوع ده تقدر تعرف الطيار الكهربي تقارن بين الطيار المستمر والطيار المتردد تقدر تفرق بين الجهد وشدة الطيار والمقاومة تستنتق قانون أوم نشاط ماذا يقصد بالكهربية التيارية الكهربية التيارية هي وجود شحنات كهربية متحركة تولد ما يعرف بالكهربية التيارية أو ما يسمى بالطيار الكهربية شحنات متحركة تولد لكهربية التيارية أو ما يعرف بالطيار الكهربية والطيار الكهربية يعرف بأنه معدل تغير الشحنات الكهربية في فترة زمانية محددة وهو كمية متجهة لا اتجاه تعاكس اتجاه حركة الالكترون وحد القياس شدة الطيار الكهرابي الأمبير الجهاز المستخدم في قياسه الأميتر نشاط ثاني ما الفرق بين القهرباء المنزلية والقهرباء المتولدة من البطارية أنواع الطيار الكهرابي ينقسم الطيار الكهرابي إلى نوعين اثنين طيار الكهرابي مستمر وهو طيار السابط الشدة والاتجاه مثل الطيار المتولد من البطاريات النوع الثاني طيار متردد وهو متغير الشدة والاتجاه مثل الطيار الكهرابي في المنازل نشاط الثالث ما الذي يتسبب في حركة الشحنات الكهربية في الموصل إيه اللي بيحرك الشحنات في الموصل فرق هنتكلم عن فرق الجود عشان نفهم إزاي إيه اللي بيخلي الشحنات الكهربية تتحرك الذي يتسبب في حارك الإلكترونات في موصل قوة خارجية تسمى القوة الدفعة الكهربية أو فرق الجهد وفرق الجهد تعرفه إيه هو الشغل اللازم لتحريك شحنة كهربية بين نقطتين مختلفتين الجهد الجهاز المستخدم في قياس فرق الجهد اسمه الفولتاميتر وحدة قياس فرق الجهد اسمها الفولت نشاط A الرابع بيقولك ماذا يقصد بالمقاومة الكهربية ما هي المقاومة الكهربية؟ المقاومة الكهربية تعرفها هي الممنعة التي يلقى الطيار الكهربية عند مروره في موصل تقاص بقياس اسمه الأوميتر وحدة قياس المقاومة اسمها الأوم أنواع المقاومات تنقص المقاومات من حيث القيمة إلى نوعين مقاومة ثابتة وهي مقاومة ثابتة لا تتغير ومقاومة متغيرة وهي مقاومة يمكن تغيير قيمتها ضمن مدى معين يبقى المقاومة نوعين يما ثابتة أو متغيرة ثابتة لا قيمة محددة لا تتغير ومتغيرة ممكن نغير قيمة بتاعتها بس في مدى معين العوامل التي تعتمد عليها المقاومة الكهربية مقاومة أي سلك أو أي موصل بتحتمد على طول السلك مساحة مقطع السلك نوع مادة السلك المصنوع منها السلك نشاط الخامس ما هي العلاقة بين شدة الطيار الكهرابي وفرق الجهد والمقاومة الكهربية؟ هناك علاقة تربط بينهم هما الثلاثة؟ ولا مفيش؟ هذه العلاقة توصلها من واحد اسمه أوم وسمى هذا القانون على اسمه أن قانون أوم ينص على عند سبوط درجة الحرارة الطيار الكهرابي في موصل يتناسب طرد مع فرق الجهد وعكسي مع المقاومة ويعبر عن هذا القانون شكل ريادي أن فرق الجهد يساوي المقاومة في شدة الطيار فرق الجهد يساوي المقاومة ضرب شدة الطيار القدرة الكهربية عند مرور طيار كهرابي في موصل ماء أو في مقاومة ماء تيتولد عن هذا المرور قدرة كهربية تظهر في شكل طاقة حرارية يعبر عن هذه العلاقة أو عن هذه الصياغة بالعلاقة التالية القدرة الكهربية تساوي فرق الجهد ضرب شدة الطيار في قانون أوم أن فرق الجهد يساوي إيه؟ يسألينها من شوي هنشير فرق الجهد وضع قيمته يبقى إذن القدرة الكهربية ساوي شيء طيار تربيع في المقاومة واحدة قياس القدرة الكهربية الواط في النهاية سجل ولقص ما تعلمت من هذا الموضوع